ليه قصة حب يعني؟ ليه ممكن قصة حب تتسبب في كل هذا الجدل وكل هذه المعارك السياسية والدينية والاجتماعية؟ السبب شهرة الأشخاص احنا بنتكلم عن المعركة دي اللي هي قصة الحب دي تحولت لحرب قصة الحب دي بطلها الشيخ علي يوسف اللي هو صاحب جورنان المؤيد مؤيد هلا اللي انت مسكو ده في عدد بالضبط فيه؟ جورنان المؤيد ده كان أهم جورنان في مصر في الفترة دي وعلي يوسف أشهر صحفي عشان الناس يتقرب لها الفكرة كان هيكل بتاع الفترة دي هو الصحفي الأقرب ليه الخديوي عباس حلمي هو تقدر رئيس حزب الإصلاح في نفس الوقت فشخص مؤثر بشكل جبار الخناقة بقى تحصل مع مين؟ مع أبو صفية اللي هو الشيخ السادت أو أحمد عبدالخالي السادت ده ملوش علاقة بالرئيس السادت يعني عيلة الرئيس السادت دي عيلة ودي على ثاني خالص والشيخ السادت قرر انه يعني يفتح النار على علي يوسف فوقف ناس مع الشيخ السادت ووقف ناس مع علي يوسف طب ايه سبب المشكلة؟ انه شيخ علي يوسف حب صفية؟ وعايز تجوزها وعايز تجوزها ورفض الشيخ السادت الجوازات يعني هي تجوزت مش برضى أبوها؟ مش برضى أبوها فوقف مع الشيخ السادت الزعيم مصطفى كامل والزعيم محمد فريد وغالبات الشعب المصري وقفوا مع شيخ السادت مع أبوها عشان غالبات المصريين خايفين ان بنتهم تبقى زي صفية اللي ممكن تحبه وتتجوز من وراء أهلا وتتمرد يعني الناحية التانية بقى وقف مع علي يوسف مين؟ الخديوي عباس حلمي نفسه اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ايه المعتمد البريطاني وقف معاه عدد كبير جدا من الناس سواء زي ساعد زغلول مثلا كان بيديره نصايح طبع زعيم كبير زي ساعد زغلول بيديره نصايح بس في السر عشان الرأي العام لا أسطرش يمكن عندنا حيات كتير بالشكل ده ده يقول لنا حجم القضية طبعا حضرك عارف انه الترند في مصر هو يوم لو قاعد ثلاث ايام بيبقى ترند عميق جدا دي ترند صفحة أولى ثلاث شهور في الأهرام في الأهرام وفي المؤيد وفي المؤطم وفي اللوى في كل جرائب مصر هتلاحى هنا ده القضية تعالي يوسف اللوى مكتوب حكم الحيلولة حكم الحيلولة احنا عايزين نقول للناس ده سنة كامل ده سنة 1994 1904 ده الأهرام 1904 ده الصفحة الأولى أهرام الصفحة اللي بعدها هنلاقي انه جرنان المؤيد الصفحة الأولى برضو كاملة الحكم في قضية الزوجية وهي وصلت المحكمة ازاي وصلت المحكمة بالطريقة القاتية انه الشيخ السادات قرر انه يرفع قضية عشان يقول ان جواز علي من صفية باطل وانه طالما انا موافقتش يبقى الجواز ما ينفعش يتم فرفع قضية عند قضية اسم بقى مشهور في مصر بس مش مشهور كقاضي قوي اسمه ابو خطوة يعني اسم نفسه لي دلالات عند المصرين كتير جاي من ابو خطوة ده اللي هو القاضي اللي كان بيحكم في القضية دي واللي كان واضح من اول يوم انه مقرر هيقولي لانه في اول لحظة دخلوا الناس للمحكمة قبل ما يسمع اي حد وعايز تقول حاجة عايز تقول حاجة طب خلاص حكم التفريق بينهم لحين النظر القضية فهو فأول ديئة اصدر حكم طبعا لحد ترافع ولا حد عمل وعلي يوسف كان معه محامي حسن بيك صبري اللي هو بعد شوية حسن بيك صبري اللي هي برئيس وزراء مصر في وقت من الوقت ده كان المحامي في القضية الناحية التانية معه عثمان فينديو ده كان محامي مهم في الوقت ده وصفية معه برضو محامي مهم وراحوا المحكمة فالقضي في أول ثانية تفريق اللي هو حكم الحالوي اللي كاتبين الجرنان كان في الوقت ده من 4 ل 6 صفحات هتلاقي إن الجرنان موايد دي صفحة أولى ال assault الullại نفس بقية القضية الصفحة التالتة بقية القضية ما هو يعني جرنان الشيخ علي وهو يا بقى صاحب الجرنان لا نفس الناس ألا في الأهرام في الأهرام كمان الأهرام أربع صفحات يعني ده كان الترند ساعتها وترند إيه بقى يعني حضارك مثلا تخيل الأهرام يقدر دلوقتي أنه يفرض قضية أربع صفحات من واحد لأربعة وهو عدد الجرنان كل ست صفحات للقضية واحدة إلا إذا كانت بتأثر في التوزيع تأثير مرعب خاصة أنه علي يوسف كان الجرنان رقم واحد في توزيع قيل في دراسة رسالة الدكتوراه لدكتور سلمان صالح أنه وصل التوزيع المؤيد في الوقت ده وفي حدث الدنشواي لـ 25 ألف نسخة اللي هو في أرقام دلوقتي جرائت كتير جدا من 12 رقم دلوقتي 25 ألف رقم جبار وإنه كان المتوسط بتاعه 10 ألف نسخة أنا شايف أن معك عدد من المؤيد ده سنة كم؟ ده 1912 1912 كان علي يوسف ساعتها بيعتزل الصحافة 1912 دي جرنان المؤيد أنا ممكن أجي أقف كده جنبك وأمسك ده جزء من ده أثار ده أثار 110 سنة 110 سنة يا جماعة تخيلوا ده 110 سنة يعني إحنا مسكين دلوقتي جرنان عمره 110 سنة أكبر من الأهرام دلوقتي يعني أكبر حتى من المؤطم ساعتها اللي كان الجرنان إحتيال بريطاني ممكن لو فتحنا الجرنان بالراحة بالراحة طبعا عشان ده محتاج ترميم هاية الأثار كلها ترميمه طبعا ده شكل الجرنان أعظم دواء للشفاء الصداع خلينا نشوف الدواء ده بتاع إيه؟ صدق عليه من مصلحة الصحر مصر نشو أعرف الريف وكان ساعتها أظهر ولا لا؟ والجامعة المصرية ودي إعلانات أعطاك دي كلها إعلانات يعني حوادث محلية حفلة رسمية الكبرى لعيد الجلوس الخديوي يعني بصراحة حاجة يعني تلازم تحافظ على الحاجات دي والله على قد مقدر احنا مسكنا جزء من تاريخ مصر صحيح صحيح